اعلانات وزارة الصحة اليوم 25 يناير 2021 خلال النشر الخاصة بكوفيد 19 عن تجيل 337 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي هو 466626 وتكون بذلك الوفيات سجلت اليوم 22 حالة وفاة 8000 ليصبح العدد الإجمالي هو 8172 أما المتعافون فقد تسجل اليوم 1031 حالة من المتعافين ليصبح العدد الإجمالي لهم هو 443472 وتكون بذلك الحالات النشيطة هي 14982 ووزعت هذه الحالات على جهات المملكة أولا جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 69 حالة جديدة وحالة وفاة طنجة 22 حالة جديدة الحسيمة 20 حالة جديدة وتطوان 9 حالة جديدة مع حالة وفاة وزان 9 حالات والعريش 4 حالات شفشاون 3 حالات المضيق الفنيدق حالتان أما بالنسبة جهة الضال بيضاء سطات فقد أتت في المرتبة الثانية بتسجل 51 حالة جديدة و7 وفايات الضال بيضاء 47 حالة جديدة مع 7 وفايات نواصر 4 حالات جديدة برشيد حالتان جديدة والجديدة حالة واحدة مديونة حالة واحدة سطات كذلك حالة واحدة أما جهة الرباطة سالة القناترة فقد عرفت تسجيل 51 حالة جديدة وصفر حالة وفاة أولا سالة 21 حالة القناترة 17 حالة الرباطة 10 حالات وصخيرات تمارا 4 حالات بالنسبة لجهة سوس ماسا فقد سجلت المملكة بها اليوم 52 حالة وصفر حالة وفاة وزعت بين أقادير 30 حالة إنزقان 8 ملونة 14 حالة تزنيت 7 حالات وطاطا حالة واحدة جهة الشرق سجلت 52 حالة جديدة و6 وفاة بركان 19 حالة وحالة وفاة النظر 17 حالة وجد أنقاد 7 حالات دريوش 7 حالات مع 3 وفاة وتوررت حالتان جديدتان وجرادة حالة وفاة واحدة دون أي حالة جديدة أما بالنسبة لجهة درعة فلالت فقد سجلت اليوم 13 حالة جديدة وحالة وفاة ميدلت 7 حالة جديدة زاقورة 3 حالة جديدة الراشدية حالتان جديدة مع حالة وفاة ورزازت حالة جديدة واحدة وتنغير حالة وفاة دون أي حالة جديدة بالنسبة لجهة فاس مكناس فقط سجل اليوم 12 حالة جديدة وحالة وفاة فاس 5 حالة جديدة مع حالة وفاة مكناس 5 حالة جديدة مع حالة وفاة صفر حالتان جديدة جهة مراكوش أسفي سجل 9 حالة جديدة وحالة وفاة مراكوش 7 حالة جديدة أسفي حالتان جديدة نرحمنا حالة وفاة واحدة دون أي حالة جديدة وجهة الدخل ووادي الدهب سجلت 8 حالات جديدة كلها بوادي الذهب دون اي حالة وفاة جهة العيون الساقية الحمراء سبع حالة جديدة مع حالة وفاة بوشدور ست حالة جديدة وحالة وفاة العيون حالة جديدة واحدة جهة بن ملال خنفرة خمس حالة جديدة وزيعت بين خريب قاتلت حالة بن ملال حالة واحدة والفقه بن صالح حالة واحدة دون تسجيل اي حالة وفاة وأخيرا جهة قلميم وادنون سجلت حالتان جديدة بطنطن وحالة وفاة واحدة بقلميم